مونرين اه 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 قطار كهربائي خفيف اه 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 كل كل شيء يتعمل النهاردة يتعمل بي النقل النظيف وسائل المواصلات دبسات وغيره نقل جماعي يكونوا كله نظيف طاقة نظيفة وفر لك حاجات كثيرة جدا لا عايز وقود ولا عايز كهرباء اه دي قدام حضرتك اه مسألة فيها تكاليف طبعا جدا ولكن بقول لحك انجاز وانا بحي كل الناس كل الشركات كل الجهات اللي اشتغلت في اه بتشتغل في المترو كمان وبتعمل الانفاق كمان على اعلى مستوى من الجودة وبالتالي ان انت بتعمل النهاردة تشغيل التجريبي اه النهاردة اللي اه اللي بدأ اول شغل النهاردة ولكن تشغيل التجريبي الحقيقي هيكون بعد يوم 15 مايو بعد 6 يام النهاردة وهنتبع مع بعض ان شاء الله يدينا وديكم العمر تشوفوا اول تشغيل تجريبة على هذا الخط اللي هو فين تحت النيل اسفل النيل محطات الاربعة جمال عبد الناصر مسبيرو صفاء حجازي الزمالك اللي هي محطة الزمالك والكتكات كمان الناحية التانية من النيل وبالتالي نحن بتشوفوا الكلام ده بالتجربة الحقيقية اللي اه كان حريص النهاردة سيادة الفريق كامل وزير وزير النقل يبقى موجود النهاردة في هذا المكان عشان كمان يطمن الناس احنا بنشتغل ازاي النهاردة تعارفين نهاردة بنتكلم على يعني عربيات قطرات جديدة هتبقى موجودة بمواصفات اعلى مواصفات حديثة عشان تستوعب الزيادة في المتوقعة في المراحل المختلفة بما فيها حتى المرحلة الرابعة هيكون عندك طبعا انت بتكلم النهاردة عشان بتنقل انتوا عارفين الخط التالت ده متوقع ينقل كام راكب في اليوم اللي قدامكم ده ازاي مالك لاربع محطات دول لاربع محطات بس بس مئة الف راكب في اليوم لاربع محطات دول في اليوم طيب الخط التالت بالكامل متوقع الخط التالت فقط ينقل في اليوم واحد ونص مليون راكب في اليوم احنا بنتكلم على ارقام هائلة المتر النهاردة بنتكلم على حوالي ثلاثة مليون تقريبا لانا بكلمك على خط واحد هينقل متوقع ينقل حوالي واحد ونصف مليون راكب يوميا فانت بتشغل عشان يعني بتقدم خدمات تقدم سيولة عايز اقول لكم المترو ده ما بيشتغل هتشوفه الزمالك وشورع الزمالك اخبارها ايه هتشوف شرع 26 يوليو في الزمالك عشان تاخد الشرع ده وتطلع ناحية التانية امتداد تروح المهندسين الشرع ده ليل نهار حد يقول لي بيمشي بياخده في وقت قديه حد يقول لي وانا من الناس بيعدوا من هناك كتير الشرع ده طول الوقت واقف اللي شرعات بتعطي طول الوقت واقفة اللي جاي من ناحية من ناحية نادي الجزيرة او اللي رايح ناحية 15 مايو او اللي جاي من 15 مايو نازل تحت او اللي رايح او لداخل حسن محمد ولا لداخل مش عارف مين كل المناطق دي دائما متوقفة شوفوا الكلام ده لما المترو يشتغل شوفوه حد يبقى نهال المنطقة بس يعرف الحكاية دي واحنا كمان نبقى شايفين الحكاية دي اديه وتساعد الناس اديه عشان كده بول لحضراتكم يعني المشروعات القومية دي مشروعات قومية عملاقة هدفها فقط خدمة الناس مش خدمة اي حد تاني تتعمل عشان خدمة الناس فيش حاجة اسمها مشروع قوم النهاردة اقول والله انا عندي النهاردة عندي ازمات وبالتالي لا المشروعات القومية تستمر المشروعات القومية تستمر بقول تستمر وعشان كده بنقول النهاردة لانها بتخدم الناس هي معمولة لخدمة الركاب والمواطنين اللي انا اقدر اقول كده هيجي وقت من الاوقات هقول لحضراتكم ان انا مركبتش عربية ان شاء الله هقول لحضراتكم كده انا جيت النهاردة بالمترو او جيت بالمونوريل او جيت بالقطار الكهربائي هقول لحضراتكم في يوم الايام كده ان شاء الله بإذن الله تعالى لما يخلصوا ناحيتنا ويشتغلوا عربية ولا وجعد وخالص اسهل شيء تركب الوسائل الامنة السهلة السريعة الميزة كمان تبقى سريعة لو نشرح تاخده في ساعة ولا ساعة ونص هيجيبك هنا في 40 دقيقة هيجيبك في نص ساعة اسهل واريح كتير جدا ولا تستنى قدامك لقدر الله حدثة ولا عربية نقل توجع دماغك ولا عملت بص على العربية النقلة حواليك عربية يمين ولا شمال من كم يوم الله في أعلى الدائم